لعيبة أدوارها وجميع أكتر منها الدفاعية ده يشكل خطورة كبيرة عن نانسى طيق ده اللي عنده مواجهة مهمة جدا مع مديامة يوم الجمعة موقف الآلي في المجموعة جيد مش ما نقدرش نقول عليه موقف سايق بس ممكن يبقى سايق لولا قد والله خسر من مديامة ويبقى الأمور اتصعبت شوية المباراة دي شايفة ازاي مباراة صعبة بسبب أولاً الأرضية أرضية ملعب صعبة في كماسي الأمور مش أفضل شيء محدش كسبهم على أرضهم كسبهم كماسي أه كماسي فأفكر بس الناس كماسي مبلاش ذكرا سأصلا ما أنا كنت هناك لا الله تسابت أنا كنت في مطش كماسي ده ده مطش ربنا يعني ما يعيده يعني حتبر إنك ما روحتش أعتبر في المدرجات وعملوا عليها حفلة جمهور غانا أنا وزميل اللي كنا مصريين هناك عملوا هنا حفلة فكماسي دي دائماً ذكرا سيئة بالنسبة أولا سمعت مننا الكوميس في دوقتي لن ندخل ده كان من أكثر مرات المصر كان بتلعب فيها في تفسير كاسر العالم وكل الناس كانت بتجده مصر تقاية الكاسر العالم لا لا ده منتخب مصر مع برادلي كان كاسبان كل حاجة وبيكسر بسكور كل حاجة في أدوار الأولانية في دور مجبعات وقرر ألف مرة عمره ما يبقى بسيناريو ده كان قولي تسببان بيلعب باكليفت تقريبا وحسام غالي دخل المدافع وكان فيها كصص يا ومحمد نجيب وحكاية يعني تفضل يا باشا ناسف أنا قطعتك بس أنت لن ندفو إدني فأنت لما تيجي تتكلم على أن الملعب صعب طبعا طبعا مباراة صعبة جدا 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 بسبب أرضية المباراة ما خسروش على أرضهم في مباراة المجموعة وما معهم أربع نقاط لأربع نقاط اللي خدوهم من فوزة على شباب بلوزداد وتعادل مع يانجي أفريكنز فالمباراة كملعب صعبة جدا ولكن فرقة ميدياما لما بعد شوية نجي تكلم عليها فنيا كل الطرق تؤدي لمرمى ميدياما عندهم مشاكل بالجملة بالمناسبة هل الملعب بتاعهم أصعب من الملعب بتاعتنا؟ بكتير أسوأ يعني آآ آآ أرضية صلبة جدا ملعب صعب هم حفظين أرضية الملعب عشان كده هم هتلاقيهم لما نجيب بعض اللقطات بيتعاملوا على الكرات الهوائية بشكل كبير فالمباراة في المتناول جدا فنيا للنادي الأهل إنه يرجع بالثلاث نقاط من هناك فأنا بقول لك قبل المباراة في ثلاثة أيام بإذن الله الأهل يرجع بالثلاث نقاط من هناك زي مودست كده هيتسجل في كل الملعب فيه إن شاء الله إن شاء الله ما هو ما سجلش في الفاتس لما هيلعب مطش الجاي وهيسجل؟ هيلعب إن شاء الله كريم بقى أصلا كم حمود شاهد علينا هو برضو كم حمود شاهد برضو شاهد علينا هل يجي بعد المطش الجاي هل يساجل في كل المطشيات هلعب أمع الأهل الفاترة اللي جاية أول واحدة أول واحدة هل يجيب في الاتنين آه لازم يجيب المطش الجاي ماشي فأنا مع بعض أم حمود كلهم هل يرجع بالنجيمي فيه فإن نهاية إنت لازم تتكلم على إنه فنيا المباراة في المتناول الصعوبة تكون في أرضية ملعب المباراة إن شاء الله الأهل يكون موفق ومحضر المباراة بشكل جيد ثم في الناقص تعال روح بقى للتشكيل المتوقع بشكل حالاته فني التشكيل المتوقع في ظل الغيابات الكتير جدا اللي عن الناقصة للأزم مختلفة أنا متشارك تتكلم في الإنترو على كهرباء وعلى باقي إيراك في موقف كهرباء الأول ضده تماما ضده تماما وانت أم حضر طبعا أنا مش طلعش في حتة بصراحة يا كريم أنا هقول جملة في جملة بيرسي تاو محمد الشناوي ما راحوش يستلموا للي كان عندهم ارتباط بالمباراة تطلع المباراة دي مع منتخب تطلع بع النادي كان عندهم ارتباط بعض اللاعبين على مدار الحكبة اللي فاتت كلها في ظل تقلقوا الأهل وانه بياخدوا جواز فردية كأفضل لعيب داخل القرى أو غيره ما كانوش بيسيبوا المباراة عشان روحوا يستلموا الجايزة فبنتكلم على مناسبة عائلية تتغير معادها تتأجل يوم تتقدم يوم الناس تفرح وكل حاجة وانت تشاركهم طبعا في كذا حاجة غير انك ما شفتهاش يعني دايما في الظروف يعني ربنا يحفظ الجميع رب في الظروف الطريقة بنتفهم ده مران أعطيها بكي أغراب عن المباراة اللي بسبب وفات والده طبعا رحمة الله عليه مفهومة يعني ما تقدرش سعيدة تتعبع إيه وانا أعطيها ازاي يعني ساب المعاصر طبعا دي مفهومة دي حاجات قهرية لكن مناسبات سعيدة ممكن تتعدي ممكن تتأجل ممكن تتقدم يتغير معادها ما دون نزلك فالإصابات كلها اضطرارية إما للتجهيز أو يعني في لعبة خفت لكنها لسه بتتجهز أو للإصابة فتعالي نبص على التشكيل المتوقع إن شاء الله لمباراة الجمعة في حراسة المرمة طبعا مصطفى شبير خط الظهر مش يكون فيه أي تغيرات نتكلم على محمد هاني ياسر إبراهيم محمد عبنم علي معلول ثنائية اللي هتبقى موجودة في الغالب وأنا كنت حطت ما بين الثنائية دي عمر السولية في وسط الملعب لأن دي تفصيلها نتكلم عليها خط الأمامي حسين الشحات أنتوني مودست بيرسي تاو يمكن فيه بس غلطة بسيطة هنا فيه محمد صلاح دخل معنا دخلتم محمد صلاح معنا لإيه ده هو ده هيجيب على اللي بربول أصلا ده هو هيجيب على اللي بربول أصلا إيه دخل محمد صلاح معنا فعمر السولية موجود كأوبشن يا كريم ودي الحاجة اللي لسه لم يقررها فالخير إن شاء الله خير إن شاء الله صلاح لسه مسجل وصانع فإن شاء الله بيرس تاو يعمل زيه يا كريم يا رب فبتتكلم على أنه الثلاثية بتاوصة المرعب إمام عشور أكرم توفيق محمد مجد أفشا دي الثلاثية حتى اللحظة اللي بكلمك فيها دي يا الأقرب إنها يكون موجودة في المباراة القادمة ولكن يبقى عمر السولية ورقة مهمة جدا 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 يا كريم فيما يخص التشكيل المتوقع إن شاء الله في المباراة القادمة فبتتكلم على إنه عمر السولية تحديدا هو ورقة بيفكر فيها الرجل إزاي الرجل عنده اختيارين إما إنه يكون عمر ثالث في وسط الملعب مع إمام عشور وتحت يوم أكرم توفيق أو الفكرة التانية اللي في دماء كولر إن عمر السولية يبدأ كلعيب مركز ستة مع الاعتماد على محمد مجدي أفشا وإمام عشور هي دي النقطة التي لم يحسمها مارسي الكولر النقطة التانية إنه طبعا بيرسي تاو جاهز 100% إنه يكون موجود لكن الرجل متخوف من حالة الأرحاق الشديد اللي كانت عند بيرسي تاو الرجل بيأخذ المران بشكل طبيعي جدا هل هيبدأ بيه ولا هيبدأ بيه ويرجع يخرجه ولا هيدخله الشوط التاني هي دي القصة اللي في دماغ الرجل ما يدون إذا لك ستاني شاحات موجود مودست موجود ناس كتير بتسأل على وسام أبو علي وسام رجع من الإصابة خد خفطة جمدة جدا فيه التمرين أول إمبارح لكن الإصابة عشان بس الناس تتطمن لن تمنعوا عن المباراة الكدمة اللي خدها دي في اشتراك مع عمر السولية في التمرين شوية قلقت الراجل لكن هو مسافر موجود مع الفرقة جاهز للمباراة لكن هي دي قصة شوية اللي أبوك لا تعجل بين الرجل يتبقى بيأساس يعني هو سام مش جايز ماء في الماء